تشهد مراكز التطعيم في مختلف محافظات مملكة البحرين قبالا متواصلا من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا بجرعاته الثلاث في إطار الحملة الوطنية للتطعيم نعم حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس السبت أكثر من مليون و222 ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون و192 ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من 935 ألف شخص